موسيقى باسم الآب والابن الروح الكدس الهن واحد امين اليوم التاسع والعشرون من شهر هطور المبارك رسالة ربنا ليك النهاردة التمرص في الحواس الداخلية الذين صارت لهم الحواس مدربة للتمييز بين الخير والشر مش بكترة الكلام اللي بتسمعه عشان كده بوليس الرسول هنا بيتكلم مع الذين كان لهم علم وخبرة وطول وقت يسمعوا كلمة ربنا بس هما مش قادرين يميزوا عشان كده شبههم بانه عندهم طفولة روحية لم ينموا بعد لانه الاطفال يحتاجوا للبن علشان هما غير قادرين على انهم يستوعبوا الكلام الاكبر او الاكل الاكبر بس انت كرجل الله انت كانسان الله دربنا دربنا في حواسنا الداخلية ان احنا نستقبل كلمة الله ونميز ما بين الخير والشر عشان كده هنا قال لهم انتم الذين كانوا ينبغي لكم ان ان تكونوا معلمين بسبب طول الزمان يعني انتم عم بتقول بسبب طول الزمان بتسمع عيزات كتير كم مرة سمعت عيزة وكم مرة قريت الانجيل وكم مرة رحت الكنيسة وكم مرة حد كلمك ومرة كم مرة حد علمك طول الزمان ده المفروض تكونوا عندك خبرة لكن بصرهم كده ولا ان هو ما عندوش التمييز فقال له تحتاجون ان يعلمكم احد ما هي اركان بداية اقوال الله عشان البداية حتى مش قادر تعرفها لان فكرك ما كانش معايا انت بتعرف من برا الحياة على السطح عشان كده تحتاج الى العمق صرتوا محتاجين اللبن لا للطعام القوي لان كل من يرضع اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر كطفل كطفلة ما عندوش نمو اما البلغين بسبب التمرن في داخلهم في الانسان الداخلي قد صارت لهم الحواس مدربة نحتاج ان احنا ندرب حواسنا ندرب اذننا وندرب عينينا وندرب قلبنا وندرب مشاعرنا ندرب الحواس الداخلية انها تدرك عمل الله في حياتنا ان احنا نشوف ربنا بيعمل ايه مع كل احد يكون لك الحواس المدربة ابتدي درب حواسك من الداخل وشوف ربنا بيكلمك ازاي في داخل قلبك هتبص تلاقي حياتك بتنمو علشان تخرج من الطفولة الروحية الى الندوج الروحي اللي ممكن يملح حياتك بالخير والبركة ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والكرامة الى الابد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا